اشتركوا في القناة المقامة بجمهورية الصين وفيما يلي نص البرقية صاحب السمو الملكي ابننا العزيز الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ببالغ السرور والتقدير تلقينا برقية سموكم المهنية لنا بمناسبة فوز منتخبنا العسكري لكرة القدم بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الرياضية العسكرية العالمية المقامة بجمهورية الصين الأمر الذي يعد إنجازا دوليا مرموقا يعكس ما حققته الرياضة العسكرية في قوة دفاع البحرين وما وصلت إليه من مكانة دولية مشهودة وهو ما كان ليتحقق لولا الإصرار على الوصول إلى مراكز متقدمة في المطولات الرياضية المختلفة توجه فريق كرة القدم بإحراز الميدالية الذهبية في هذا المحفل الرياضي البارز وفي الوقت الذي نعرب فيه عن خالص شكرنا لسموكم وتقديرنا لجهودكم المخلصة وعملكم الدؤوب على تحقيق التقدم بجميع المجالات ومشاركتكم الطيبة في دعم هذه المسيرة المباركة نعرب عن فخرنا بما تحقق والذي يثبت قدرة أبناء البحرين على مواصلة النجاحات في كافة المحافل إن دور سموكم المشرف موضع تقديرنا العميق مجددين اعتزازنا بجهودكم وإخلاصكم لمواصلة مسيرة العطاء والإنجاز أدام الله عليكم نعمة العافية ودمتم سالمين والدكم حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين اشتركوا في القناة